بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً بطلابي طلاب الصف الخامس ابتدائي ورحب بكم أنا المعلمة يناس الطيري من معاهد وبرامج التربية الفكرية نبدأ اليوم درسنا في مادة العلوم موضوع درسنا التلوث نكمل بإذن الله درس التلوث أهدف في هذا الدرس أن يتعرف طلابي على مفهوم التلوث الأهداف التعليمية للدرس أن يذكر الطالب والطالبة تعريف التلوث أن يعدد الطالب والطالبة أنواع التلوث أن يعدد الطالب والطالبة مصادر التلوث أن يذكر الطالب والطالبة آثار التلوث نستمع إلى القصة مع المعلمة في حديقة الحيوانات تعيش أنواع متعددة من الحيوانات تعيش الحيوانات في غابة جميلة في وسط الغابة يوجد نهر ماءه صافي في مئة يوم من الأيام خرجت جميع الحيوانات للتنزه سويا داخل الغابة وقضاء بعض الأنشطة وتناول الطعام قام القرد بتناول الموز ورمي القشر داخل الماء وقام السنجاب بتناول البندق ورمي القشر داخل الماء قضت الحيوانات يوما جميلا ثم خلدت إلى النوم عندما استيقظت صباحا ذهبت إلى النهر لشرب الماء ما الذي حدث؟ تلوث الماء الماء أصبح ملوثا طلاب الصف الخامس لماذا تتوقعون تلوث الماء؟ لماذا تلوث الماء؟ أحسنتم لأن القرد قام برمي بقايا الطعام داخل الماء والسنجاب وضع بذور وقشور البندق داخل الماء أصبح الماء ملوث ولم يعد جميلا كما ترون في هذه الصورة إذن ما الذي حدث إلى الماء؟ تلوث تعرض الماء إلى التلوث ما هو التلوث؟ يعرف التلوث بأنه إضافة أي مادة ضارة إلى البيئة إضافة أي مادة ضارة إلى البيئة عندما أقوم برمي النفايات على الأرض فإنني أقوم بتلويثها عندما أرمي بقايا الطعام والنفايات داخل البحار أو الأنهار فإنني أقوم بتلويثها عندما نضع المبيدات الحشرية ودخان المصانع داخل المدن فإننا نعرض الهواء للتلوث عندما تتلوث المدن هل تبقى صالحة للعيش؟ أم تنتشر فيها الأمراض؟ أحسنتم هل نستطيع البقاء في مكان يمتلئ بالنفايات؟ لا نستطيع البقاء في مكان يفتقد إلى النظافة لذلك أوصانا ديننا الحنيف بالاهتمام بالنظافة إذن يعرف التلوث بأنه إضافة أي مادة ضارة إلى البيئة إضافة أي مادة ضارة إلى البيئة ما هي أنواع التلوث؟ للتلوث عدة أنواع النوع الأول تلوث الأرض كما ترون في الصورة هل هذه الأرض جميلة ونظيفة؟ أحسنتم هذه الأرض ملوثة لماذا ملوثة؟ لأنها مليئة بالنفايات تلوث الماء النوع الثاني هو تلوث الماء الماء في هذه الصورة ملوث لماذا؟ تم وضع مياه الصرف الصحي داخل الماء فأصبح الماء ملوث هل هو صالح للشرب؟ هل تستطيعون شرب الماء الملوث؟ لا نستطيع أن نشرب الماء الملوث وإن قمنا بشربة فإننا قد نتعرض للأمراض النوع الثالث من التلوث هو تلوث الهواء كما ترون في الصورة هل الهواء صافي؟ أحسنتم الهواء ملوث إذن يعرف التلوث بأنه إضافة أي مادة ضارة إلى البيئة وللتلوث ثلاث أنواع تلوث الأرض تلوث الماء تلوث الهواء التلوث يضر بالكائنات الحية يجعل البيئة غير صالحة للحياة يشوه المضافة التلوث يتسبب في الأمراض من أين يأتي التلوث؟ ما هي مصادر التلوث؟ انظروا إلى هذا الولد ماذا يفعل؟ أحسنتم سلوك خاطئ يقوم برمي النفايات على الأرض ولا يقوم برميها داخل سلة المهملات إذن ينتج التلوث من إلقاء النفايات على الأرض تتلوث الأرض عندما نرمي النفايات عليها النوع الثاني كما ترون في الصورة يأتي تلوث الهواء من عوادم السيارات دخان السيارات القديمة ودخان المصانع إذن الدخان الضار من مصادر تلوث الهواء في الصورة الثالثة ماذا ترون؟ حرائق الغبات حرائق الغبات من مصادر تلوث الهواء أيضا كما ترون في الصورة الأخيرة رش المبيدات الحشرية أحد مسببات تلوث الهواء إذن ما هي مصادر التلوث؟ التلوث ينتج عن إلقاء النفايات على الأرض أو إلقائها داخل البحر ينتج التلوث نتيجة رش المبيدات الحشرية في الهواء ينتج التلوث نتيجة يتلوث الهواء نتيجة الدخان الضار مثل دخان المصانع أو دخان السيارات أيضا حرائق الغبات من مسببات التلوث كما ترون في الصورة هناك أسباب عديدة للتلوث ما هي آثار التلوث على الماء؟ من الذي يعيش في الماء؟ أحسنتم تعيش الأسماك عندما يتلوث الماء قد تموت الأسماك إذن من آثار التلوث على الماء موت الأسماك من آثار التلوث أيضا تلوث الماء وتشوهها عندما يتلوث الماء لا تستطيع الكائنات الحية شربه وإن شربت الكائنات الحية الماء الملوث تعرضت للأمراض إذن من آثار التلوث على الماء موت الأسماك التي تعيش فيه وتلوث المياه وجعلها غير صالحة للشرب آثار التلوث على الهواء والأرض تنتشر الأمراض الصدرية نتيجة تلوث الهواء عندما يتلوث الهواء بالمبيدات الحشرية بدخان المصانع بدخان السيارات القديمة قد تنتشر الأمراض الصدرية أيضا من آثار التلوث على الهواء والأرض انتشار الدخان الضار كما ترون في الصورة من آثار التلوث على الهواء والأرض أيضاً انتشار النفايات وانعدام النظافة إذن آثار التلوث على الهواء والأرض انتشار الأمراض الصدرية انتشار الدخان الضار انتشار النفايات وانعدام النظافة أحضر الكتاب المدرسي والقلم برفقة ولي الأمر نحل الأجتمع المعلمة النشاط الثالث صفحة 118 ضع علامة صح أسبل أسباب تلوث الأرض عندي مجموعة من الصور نختار منها مسببات تلوث الأرض في الصورة الأولى ماذا ترون؟ أحسنتم إلقاء النفايات من أسباب تلوث الأرض نضع علامة صح أين نضع النفايات؟ داخل سلة المهملات لا نرمي النفايات على الأرض فهي من أحد أسباب تلوث الأرض في الصورة الثانية هل تشير إلى تلوث الأرض أم تلوث الماء؟ أحسنتم تشير إلى تلوث الماء الصورة الثالثة يقوم الطفل بقطع النباتات ورميها على الأرض من أسباب تلوث الأرض قطع الأشجار ورميها على الأرض من أسباب تلوث الأرض إذن أهم سبب في تلوث الأرض هو رمي النفايات علينا وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها نشاط أربعة صفحة 119 اختر الإجابة الصحيحة يسبب أمراض صدرية هل هو تلوث الماء؟ تلوث الهواء؟ تلوث التربة عن ماذا تنتج الأمراض الصدرية؟ أحسنتم عن تلوث الهواء وانتشار الدخان الضار با يسبب تلوث الهواء أمراض صدرية مثل الربو، النزلة المعاوية، التهاب الكبد ما هو المرض الذي ينتج عن تلوث الهواء؟ أحسنتم مرض الربو حماكم الله سبحانه وتعالى منه النشاط الخامس صفحة 119 اكتب مصادر تلوث الهواء كما تظهر في الصورة في الصورة الأولى نرى رش المبيدات في الصورة الثانية دخان المصانع الصورة الثالثة أحسنتم دخان السيارات أو عوادم السيارات في الصورة الرابعة حرائق الغابات في الصورة الخامسة رش النباتات بالمبيدات الحشرية هذه أسباب ومصادر تلوث الهواء في نهاية الدرس عندي بعض التوصيات لولي الأمر الإطلاع على دروس مادة العلوم من خلال تكرار مشاهدة بثها على قنوات عين التلفزيونية مع وجود الكتاب المدرسي والقلم والسبورة ضرورة حرص الوالدين على متابعة أبنائهم عند مشاهدة الحصاص التعليمية الالتزام بالمراجعة الدورية عند انتهاء الحصاص اليومية جلوس الأهل مع الأبناء ومحاورتهم والاستماع إليهم وإلى ملاحظاتهم ومتابعة تقدم تحصيلهم الدراسي أولا بأول خلق بيئة منزلية محفز الأبناء في المنزل من خلال تشجيعهم بالمعززات والمكافآت المادية والمعنوية نقل أثر التعلم من حصص الدراسية للمنزل من خلال توجيه الطلاب للمحافظة على نظافة البيئة وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من درس التلوث كانت معكم معلمة إناس طيري دمتم بحفظ الله